قالنا نبينا من يضمن لي ما بين لحييه هذان الفكان ماذا بينهما اللسان وما بين رجليه يعني الفرج أضمن له الجنة رواه البخاري الصيام مدرسة تربوية نضبط فيها ألسنتنا وحركاتنا وتصرفاتنا الصائم عف اللسان لا يكذب لا يسب لا يشتم لا يغتاب لا ينم لا يقول الزور لا يصخب لا يلغو بل يتكلم الكلام الذي فيه مصلحة له في دينه أو دنياه يقول خيرا أو يصمت من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري طيب ها